كذا جرت سيرة محمد صلى الله عليه وآله فهنيا للأمة الإنسانية بولادة زينب سلام الله عليها أولا ثانيا في البقرة في سورة البقرة آية 141 أظنى 142 الله تبارك وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء شهداء على من؟ على الناس فمن هؤلاء الذين هم وسط ويكونوا شهداء؟ البرنامج عودكم في التقعيد العلمي في تفكيك العبارات أنه يفكك العبارات فعندنا في الآية الجعل أولا تنتبه أن الجعل من الله تبارك وتعالى ويقول جعلناكم فالله الذي جعلهم العبارة المفردة الثانية هي أمة أمة مثل إبراهيم كان أمة ومثل ما نقول أمة محمد فالأمة ممكن أن تكون مجموعة وممكن أن تكون شخص فمن هؤلاء اللي هم الأمة؟ وثالثاً هم الوسط ما معنى الوسط؟ ورابعاً خامساً كيف يكون هؤلاء شهداء على الناس؟ وبماذا يشهدون؟ الذي يشهد هو الذي يرى بماذا يشهدون؟ هذه الآية فيها جملة مباحث قيمة الآية بلا شك ولا ريب هي ضد أهل السنة بين هلالين ومع جزاك الله خير جزاء مولانا حمد سليمان الله يرحم والديك على ما تقدم للقناة تبارك الله بي فهي ضد المنهج بين هلالين اللي يسمون أنفسهم السنة وهي مع الشيعة سأثبت هذا الأمور شوفوا أخواني أولاً خلوني أبدأ بكتاب الشيعة هذا كتاب محمد بن يعقوب الكليني اللي هو كتاب الكافي رضوان الله تعالى عليه لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني يقول الكليني والكتاب أمامكم على الشاشة اللي ما يستطيع أن يرى فليذهب إلى قناة الحجة الفضائية يكون الأمر واضحاً هذا الكتاب أمامكم على الشاشة أخواني صلوا على محمد وآل محمد طبعاً الأبواب التي بوابوها بوابها الكليني نحن ننام على وسادة عالية فمثلاً ذكر أن الأئمة عليهم السلام هم الهدات الأئمة سلام الله عليهم هم الهدات وذكر أن الأئمة سلام الله عليهم هم ولاة أمر الله وخزنة علمه وذكر أنهم نور الله وأنهم كذا لكن الآن أنا أردت أن أبين لكم أن الأبواب في كتب الشيعة ننام على وسادة عالية ما عندنا مشكلة مع القرآن الكريم ومع الآيات التي تثبت الولاية لمحمد وآل محمد بضرس قاطع سلام الله عليهم فقد بواب الكليني رضوان الله تعالى عليه باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه إذن لما يقول لتكونوا شهداء على الناس من هم الشهداء عندنا إحنا الشيعة طبعاً بعدين رح أسألكم وستفرون ورب الكعبة انتظروا أكمل المقدمة ونفتح الاتصالات وسترعون فعند الشيعة ننام على وسادة عالية يقول أن الأئمة هم الشهداء على الناس ورح أذكر لكم نقطة سجلوها بماء من ذهب إن شاء الله في هذا البرنامج مثل ما ذكرت لكم نقطة تسجل بماء من ذهب هو ماذا قدم عيسى عليه السلام وهو في الميت حتى يكون حجة فالذي قدمه عيسى والذي قدمه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومنهم الإمام المهدي سلام الله عليه متقولون ماذا قدم الإمام المهدي يعني يريدني أعطيه لستة بالأعمال طبعيسى ماذا قدمه هو الطفل حتى يكون حجة على الخرق فاعطيني لستة بما قام فاندمغوا بهذه الحجة وغيرها كثير لكن الآن مو موضوع فلما عند الشيعة هم الشهداء يقول الإمام سلام الله عليه هذا أمامكم يقول سألته أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل هو سأل الإمام سلام الله عليه عن قول الله عز وجل يقول سألته عن قول الله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد يتلوه شاهد منه فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الشاهد على رسول الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه الشاهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا قال شوف ماذا قال ورسول الله صلى الله عليه وآله على بينة من ربه ثم بعد ذلك ماذا قال قال وكذلك رواية التي تتلو هذه الرواية قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال شوف الشيعة من أسألكم جاوب مثل الشيعة قال نحن الأمة الوسط نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله تبارك وتعالى على خلقه وحججه في أرضه شوف الشيعة ننام على وسادة عارب وحججه في أرضه قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله إحنا الذين نثبت أن محمد صلى الله عليه وآله قال إيانا عنا ونحن المجتبون إيانا عنا نقطر السطر أنا شو أسوي بعد بالبخاري والمخاري ومعرف منه مسلم شو أسوي فيكم إحنا أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علمونا هكذا علمونا محمد وآلي محمد الطيبين الطاهرين الله سمان المسلمين من قبل في الكتب التي مضت وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس ثم الرواية التي تليها قال إن الله عن أمير المؤمن عليه السلام إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه إذن من الشهداء في الآية أهمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عند الشيعة أنا ما لي علاقة بي أنا سألزمك عندما وهذه الروايات كثيرة لكن أكتفي بهذا القدر شوفوا أخواني الآن سأذكر لكم نكة بالبداية خلونا أرحب بالسيد ميثم الموسى ويأول شيء حياك الله سيدنا الحبيب حياك الله حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سيدنا خلي أذكر لك هذه النكة لا اللي هي من صحيح البخاري شوفوا يا سنة السنة العقلاء سواء أنا وفضيلة السيد الحبيب إحنا ما عندنا عداء لا معاكم ووالله لا معا عمر ولا أبي بكر ولا أي إنسان لأنهم أسماء أو لأنهم ما عندنا إحنا عندنا اتباع للدليل الدليل هو الذي طوق عناقنا ولا مثلا عندنا عمر من رواتنا رضوان الله تعالى عليه أو عندنا من رواتنا من الثقات السمي يزيد ما عندنا مشكلة بالأسمى الآن هذا كتاب البخاري كتاب البخاري خذوا هذه الحجة من كتاب البخاري ودافعوا عن دينكم الآن إحنا الشيعة من كتب الشيعة الأمة الوسط نحف محمد والمحمد قال إيانا عناء متئة القضية شوفوا الآن هذا كتاب البخاري أخواني سلمكم الله تبارك وتعالى سيجنسوا ميوت أقول إن شاء الله خجم نعم هذا كتاب البخاري أخواني اللهم صلي على محمد وآل محمد يقول الأمة الوسط من خليني أضع هذا كتاب البخاري أمامكم على الشاشة أمامكم على الشاشة يقول أمامكم على الشاشة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله انتبهوا جيدا لما سأقول جيدا انتبهوا قد لا يعني لم تسمعوا هذا الكلام سابقا قال رسول الله صلى الله عليه وآله يجيء نوح وأمته مين يجيء نوح تبه يا سني نوح عليه السلام سبق النبي صلى الله عليه وآله هم يقولون بعشرين قرنا يعني ما معناه ألفين سنة قبل النبي أو نوح سلام الله عليه سبق أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وجماعتكم بألفين عام اتهمة شوف الضربة الحيدرية الآن شوف الضربة الحيدرية والسؤال المدمر يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت يعني الله يسأل يقول له هل بلغت شلون الله يسأل زينا التموت يقول له أنه علي أن علي عليه السلام سأل عن حكم المذي وسأل عن المعرفة فيعني جاهل إذن الله لما سأل إذن الله أيضا جاهل والعياذ بالله والله والله يغدعونكم لا يلتزمون معكم بالقرآن لا عندهم قوة تفكير لا عندهم تقعيد علم شوف الآن هل بلغت يعني الله يعرف ولا ما يعرف الله يعرف أنه بلغ هل بلغت فيقول نعم إي ربي نوح سلام الله عليه يقول أنا بلغت طيب شو ربط هذه قصتنا فيقول لأمته هل بلغكم أنا يجعوا تشذاب هل بلغكم فيقولون لا أنت لاحظ الله يسأل نوح الله يسأل نوحا عليه السلام هل بلغت إلا بلغت بعدين الله يسأل لأمتي طيب خلص نوح جاوبك ليش تسأل الأم لكن حتى يبين لكم أمر معين فيقول هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي يقول إحنا ما بلغنا ما نعرف طيب الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله شلوان هذه ورد هذا من بلغ فيقول لنوح عليه السلام الله يرجع يقول للنوح يقول تعالي يا أبا من يشهد لك من يشهد لك طيب أنت يا رب العالمين ما تدري يريد شهود الله كلها يسجلوها إذا أشكل عليكم الوهابي أنه هو يعلم الغيب لماذا يطلب كذا لماذا يريد شهود لماذا لا يستخدم ما دام أمتكم يعلمون الغيب طبعا الله الآن يعلم الغيب ليش يريد شهود كون فيكون كل أي حجة تسجلوها وتدمغون بها الخاص فيقول من يشهد لك فيقول من يشهد لنوح فيقول محمد صلى الله عليه وآله وأمته شلون محمد صلى الله عليه وآله وأمته إخواني نوح قبل ألفين سنة قبل ألفين عام شلون يجي الذي لم يرى بعد ألفين عام من أمة محمد صلى الله عليه وآله يعني أبو بكر عمر شلون يشهدون على قوم من ألفين عام وهم لم يعيشوا الواقعة سؤال سؤال يا بنت ذبحني ذبح كل ما أقول لك إنه الإمام المهدي غائب يقول طب شلون إحنا نريد شاهد نريد بيننا وريد يشهد الواقعة وريد يرى وريد معرفيش وريد كذا وتبين كل أمة محمد لم يدركوا الواقعة ويشهدون فشلون نوح عليه السلام يستخدم أناس سوف يأتون بعد ألفين عام ويشهدون يقول فنشهد أنه قد بلغ مو النبي محمد صلى الله عليه وآله فقط بل الأمة فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس سؤال بريء وشفاف ودافئ بعد أن أثبتنا لكم ووسألنا لماذا يسأل الله تبارك وتعالى هل يسأل عن جهل والعياذ بالله ولماذا يطلب شهود وهو يعلم وكذلك وكذلك السؤال الآخر أنه من هؤلاء الذين شهدوا أو يشهدون على قوم نوح وهم لم يدركوا القضية لأن نوح سبقهم بألفين عام أسئلة بريئة شفافة وتأتيكم إن شاء الله الضربات الحيدارية عندي مقدمة أخرى لكن سأرجعها حتى نستمع إلى مداخلات الأخوة عما ذكرنا والحلقات جاية إن شاء الله وسأثبت لكم من كتب القوم من هذه الأمة الوسط وهذه أمة مرحومة معصومة تقع في الخطأ لا تقع في الخطأ كل هذا سوف أصله لكم إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم صلى على محمد وآل محمد طيب الآن أنا أقدم الأخوان